السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول طبعا هو الأخ كاتب فورا جعفر بن محمد عليهم السلام يقول العمام جعفر جعفر بن محمد عليهم الصلاة والسلام يقول للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة السؤال هنا من من هم أولياء الإمام الذين يعرفون مكانه في الرواية الرواية جاءت في الكافي عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن للقائم غيبه قبل أن يقوم عفوا هذه الرواية الأولى الرواية الثانية عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه طبعا هذه الرواية للأسف بعض المعممين يروجون بها إلى سوقهم الخرق ألا وهو سوق مراجعهم الأغبياء بأن مراجعهم يلتقون بالإمام المحصوم عليه الصلاة والسلام فيأتي ويقول لك انتبه فإن هؤلاء يلتقون بالإمام ويعرفون ما كانه وهذا كان يفعله كثير من المعممين يخرجون بالإعلام يقولون هذا الكلام من أجل الترويج الرواية تقول إن للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصته هذه الأولى القصيرة نحن الآن في الطويلة والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه خاصة مواليه هؤلاء الذين يعلمون مكان الإمام عليه السلام أو يلتقون بالإمام عليه الصلاة والسلام لا يعرفهم أحد ولا يصرحون لأحد ولا يتكلمون لأحد ولا يقولون لأحد ولا يظهرون لأحد ولا أحد يعرفون أنهم هؤلاء ممنوع عليهم يقولون هذا الكلام ممنوع عليهم يروجون لأنهم يلتقون بالإمام لأن فورا تحل عليهم اللعنة فورا وذلك لرواية أخرى في توقيع الإمام عليه الصلاة والسلام في بحار الأنوار في باب من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى في خرج التوقيع الخاص من مولان الحج عليه الصلاة والسلام إلى أبي الحسن السمر يا علي بن محمد اسم أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام أجمع عمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك السفير الرابع بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمل وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي من شيعة من يدعي المشاهده ألا فمن ادعى المشاهد قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طبعا هم هنا بعضهم حاول يزيد الأكاذيب مثل ما كذبوا في موضوع الخمس قالوا المشاهدة معناها النيابة لاوات أكاذيب لك ربوا الكذب ذول الأصولية دين دين كذب دين مبني على الكذب بقتل روايات العترة هذا ضعيفه هذا سنده يقولون الدعاء المشاهدة المصيبة مو هنا إخواني المصيبة أنا يذكر قبل عشر سنوات كنت أقول بهذا القول هيا والله اذروني اذروني فصولي وزخ الحمد لله الذي طهرني من نجاستهم هتعرفون ليش كنا نقول هذا القول حتى نثبت رؤيتهم للإمام والله سماحة السيد كان يلتقى بالإمام سماحة الشيخ يشرب شاي ويا الإمام سماحة المفتي الإمام يطرق بابه ويقول السلام عليكم يقول تفضل تفضل استريح احنا ليش نرقع هذه الترقيعة حتى نثبت لهم أنهم يلتقون بالإمام منهم السراق الخمس المقصرة تخيل تخيل شوف 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 الماكنة الإعلامية ماذا تخرج شوف شوف ماذا تخرج شوف ماذا تخرج مطلق المشاهدة المشاهدة المقصودة هنا هي بالمطلق مشاهدة النيابة أو مشاهدة الرؤية لا تجوز لا تجوز ما يجوز تقول ليش؟ لأن الإمام عليه الصلاة والسلام عرف هنا أنا راح ينفتح بابش كبرى وينضحك على الشيعة هذا يقول الإمام قال لي عائشة شهيفة وذاك الإمام قال يقول أبو بكر شريف وذاك الإمام قال لي نحن لا نخلق وذاك يقول الإمام قال لي هذا القرآن كامل عدكم أنا ليش أطلع وكل واحد ينطي عهر بكيفة من عهر الماجعية الرشيدة الإمام رادي يسد هذا الباب من الآن؟ يسده مشاهدة معناها وكالة بعد السميري بعد علي بن محمد بعد علي بن محمد السمري أو رؤية 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 تقول أنا شفت الإمام والتقيت به اليوم بالصحراء وظلينا نسولف ونحكي ممنوع ممنوع هل ستلتقي به وانت متعرف هذا لا بأس به هذا يؤخذ بالمناسبة هذا ما بيشي هذا نعم ممكن تشوف الإمام بس متعرفه ويسوي لك شيء وانت متعرفه أصلا عندنا بالروايات أنكم حينما يظهر في الروايات لا يقولن كل رجل الثاني إني قد رأيته إني قد رأيته إني قد شاهدته إني قد شاهدته بالروايات ما عدا موسم الحج يرى شيعته ولا يرونه مثلا هذا ما عندنا بي مشكلة أما الادعاء أنا أشوف الإمام أنا ألتقي بالإمام أو والله شنو عندنا رواية تقول إن للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة أما الغيبة القصيرة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته وأما الغيبة الطويلة اللي إحنا بها لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه وإحنا من مواليه وأنا جايكم اليوم ما أعرف مكان بيت الإمام عضوني عضونا فلوس عضونا فلوس ريد الروح للإمام شوف شوف لا الإمام قال وسيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتري يعني ملعون طيب كيف أن نترجم هذه الرواية التي تقول في الغيبة الطويلة ما يطلق عليها الغيبة الكبرى في الغيبة الطويلة كيف الرواية تقول أنه لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة ومواليه كيف أنه هنوالك ناس يشوفون الإمام أو يعرفوا لا أحد يصرح بهذا ممنوع 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 هؤلاء هؤلاء الذين يعرفون مكان الإمام لو سئلوا سلام عليكم السلام أنت تعرف الإمام؟ لا لا أعرفه لا تسأل هذا السؤال أنت شايف الإمام؟ لا لا شايفه لا تسأل هذا السؤال لا يصير لا يصير لا يصير ممنوع هو نفسه يقول لك هو نفسه لو تسأله تقول له أنت شايف الإمام يقولك لا أنا ما شايف لأنه هو أمرنا قال سد هذا الباب سده فمن رآنا فقد رآنا وخلص ما يتكلم من ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري لا يعلم مكانه إلا خواص شيعته يعني ماذا يعني هناك من يعلمه أو يراه أو يلتقي به لكن ممنوع يصرحونه إن صرحوا أصبحوا كذبة فورا 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 كذبة إذا قال أنا شفت الإمام أنا التقيت بالإمام وإن الدعاء المشاهدة معناها الديئة النيابة لا هي كلاوات مطلق المشاهدة مطلق المشاهدة مطلق النيابة أو غير النيابة مطلق المشاهدة ممنوعه فهؤلاء المذكرون بالرواية أخواني أن لا يعلم مكانه إلا خاصة مواليه في الغيبة الطويلة الأمد هؤلاء لا يتكلمون لا يقولون لا يصرحون أبدا يعيشون يموتون ما يقولون حرف واحد ولو سئلوا لأنكروا ولو سئلوا لأنكروا ما عرفاني ليش حتى الناس تكون سواسية يكون الوضع طبيعي مو كل واحد يجي يحكي باسمي الإمام عليه الصلاة والسلام يبقى الكلام في الدليل من يظهر دين العترة من يبين دين العترة من يظهر الحقائق هنا يصير الكلام مو أنت تجيني فاهي ابن فاهي ما تعرف لك كلمتين لأن أبوك الله مرجع ولا خالك ربك مرجع ولا تشتغل القندرشي عند المرجع تجي تصفط علينا حشي وليش والله نحن نلتقي بالإمام الإمام يجي منه يشرب شاي يوميا يلتقي بالسيد هذا حتى ميصر هذا الخرض خلاص بيننا وبين زنادقة الشيعة الأدلة الأدلة تعرض إلى الناس الناس عندها عقول الله ميزها بالعقول تميز الناس تعرف الناس تعرف تعرف الناس الأدلة تعرف الدين تعرف الحقائق ما نجي والله والله فلان ابن فلان ينظروا ينظلم ليش والله ولا فد يوم قال أنا شفت الإمام إخواني انطانفت كلام روماسي حلو قال أنا يوم من الأيام كنت طالع والتقيت به وكلمني هذا كان من يسوي هاي الأشياء والرطيح تتأثرين كان يتكلم بهذه الطريقة مناقص ما عنده دين لا رب له بالروايات لا أم له ينطي هذا البعن مرة واحد كان يتكلم وياه يقول لي عن شكل الإمام عن أذن الإمام عن حواجب الإمام لحي تشكد كان طول هاي والله العظيم هذا الرجل طلع صديقنا أبو علي طلع من عنده الآن يسبه ويلعنه يقول جالس يكلمني حتى على نعلي الإمام يعني كأنما كان قاعد وياه وين يروح وين يتمشه وين يجي عاد أنا طقيت هلا قلت له الظاهر هذا يلتقي بالغلام الأيفع يلعب به ويراجعه قاله وظل يرحكه المهم اللي أنا كنته هذا وياه ياسر فهؤلاء قلت لكم الأصول يا وصخين أي شيء المصلح يفره بعدين من تجي تقول للمشاهدة يقول لك لا هاي الوكالة احنا ما قلنا وكلاء احنا بس قلنا يوميا نلتقي بالإمام بس بالحديقة البرة نشوفه نسلم علي ينطينه تعاليم ويروح شوف هذا هذا الإمام رفضه سد الباب سده 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 ألا فمن ادعى الرؤية المشاهدة وهو كذاب مفتري طيب شلون كذاب مفتري ورواية أخرى تقول في الغيبة الكبرى طويلة الأمد لا يعلم مكانه إلا خاصة مواليه هؤلاء لو سئلوا لأنكروا ولو تكلموا لما صرحوا فيعيشون ويموتون ولا أحد يعلم هؤلاء كانوا يرون الإمام ممنوع ممنوع ولو جاءهم شخص وقال له أنت ترى الإمام لقال له لعنة الله عليك اسكت لو قال له أنت تلتقي بالإمام قال له اسكت هذا لا يجوز الكلام لا تقول عني هذا الكلام ينفي الكلام على نفسه الأئمة أرادوا هذا الشي ينتشر بيننا لماذا؟ بالله عليكم مش قد ناس ضاعوا من وراء هاي الحركات هاي الكلاواتية الكلاواتية حركات المهدوية هذا المهدوي ما جند السماء ما دري شنو اسمه ما دري شنو اسمه هذا أحمد قويطع مو أحمد قويطع واحدة من صفاته ما هي يلتقي بالإمام يلتقي بالإمام يشعب شاي أصلا أنا مرة تكلمت معه واحد من جماعته قلت له ما هي أدلتكم على أن هذا ابن قويطع هو قال يشرب الشاي انتش تحتي يقول لي هيتش يقول لي انتش تحتي إمامنا يشرب الشاي مع الإمام المهدي عليه السلام يقول لي يشرب الشاي شوف تخيل 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 فياول يجي يطلع يقول لك احنا نلتقي بالمهدي احنا مع المهدي احنا نشرب شاي مع المهدي احنا نقعد مع المهدي هذا طبعا الناس انتم تدرون اخواني الناس كلها كميل الى هذا الجانب المهدي المهدي بعد المهدي ولطالما يتكلمون باسمه ورب الكعبة وهم لا يعرفونه وهو بريء منهم لانهم ليسوا على دينه المهدي دائما الناس تعجب بهذا الاسم يطلع لمقوان التقبي انا اشوف المهدي انا اخذ تعاليمي من عنده تعاليمي انا اخذ تعاليمي من عنده كل هذا كذب لا يجوز